هجوم واسع شنته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة مصدر عسكري أوضح لقناة بلقيس أن الهجوم تزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في مطار الحديدة وأضاف المصدر أن قتلى وجرح سقطوا من ميليشيا الحوثي خلال العمليات العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش والمقاومة منذ مساء الجمعة المصدر أفاد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تفرد حصارا على محيط مطار الحديدة وأن معارك ضارية تدور على مشارك المطار فيما أعاقت كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا تقدم القوات العسكرية هناك وبينما تستعر المعارك على الأرض يتوجه المبعوث الأمم إلى صنعاء لترقي أبواب الميليشيا في زيارة يقال أنه يحمل فيها شروط قوات الجيش الخاصة بدخول الحديدة الواضح أن المبادرة لن ترضى بسوى التسليم للمحافظة بطريقة تضمن نجاح المبعوث الأممي تجنيب سقوط ضحايا من المدنيين خلال المواجهات التي باتت على مشارف المدينة فهل تقبل الميليشيا تجنيب الحديدة مزيدا من الدمار وترد الأوضاع الإنسانية أم أنها ستمارس هوايتها المفضلة في تدمير المدن الواضح في منهج الميليشيا وتعاملها أن الخيار العسكري هو من سيمضي قدما وأن الحديدة ستعود إلى كنف الشرعية دون محاسن تذكر لميليشيا الحوثي التي تقود نفسها نحو نهاية حتمية